قالت مصادر لتلفزيون سوريا أكثر من مئة يوم مروا سكان دمشق ينتظرون رسائل الغاز المنزلي على جوالاتهم وسط نقص في المادة أدى إلى ارتفاع سعرها في الأسواق خمسة أضعف نشوف تقرير ونرجع أكثر من ثلاثة أشهر وأنا أنتظر رسالة الغاز لكن دون جدوى علما أن آخر أسطوانة غاز استلمتها لم تدوم إلا عشرين يوما فقط يروي حسن وهو رب عائلة مكونة من سبعة أشخاص معاناته مع رسائل الغاز التي لم تأتي عبر تطبيق وين الذي كان يجب أن يحمل اسم متى أكثر من مئة يوم وسكان دمشق بانتظار رسائل الغاز المنزلي على جوالاتهم وسط نقص في الكميات الموزعة عبر البطاقة الذكية عزاه وزير النفط في حكومة النظام إلى تأخر التوريدات وإلى وجود فساد في ملف الغاز المنزلي ما رفع أسعار أسطوانة الغاز خمسة عشر ضعفا ويصل إلى مائة وستين ألف ليرة عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق زعم في حديثه لإذاعة ميلودي FM الموالية أنه لا يوجد تأكير في تسليم المازوت أو البنزين أو حتى الغاز وأن مدة تسعين يوما طبيعية على حد قوله مؤكدا أنه لا يوجد نقص في كمية المحروقات وأن جميع المسجلين للحصول على حصاصهم يتم تزويدهم بالمادة أحد المعتمدين أكد لتلفزيون سوريا أن أغلب مشكلات مدة الغاز تكمن في معمل غاز عدرة خصوصا بعدما سرب من معلومات عن وجود فساد وغش وتلاعب بوزن الأسطوانات من قبل المعنيين بالموضوع إضافة إلى النقص في عدد أسطوانات الغاز الفارغة تصريحات المسؤولين المتضاربة لم تعد تهم المواطنين الذين أجبرهم الواقع على اللجوء إلى السوق السوداء وتجهل دعم حكومة النظام المزعوم لأسطوانة الغاز والشراء بأسعار باتت عبءا ثقيلا على الكثيرين رح نناقش هذا الموضوع مع الصحفي هاني العبدالله وهو معنا هنا في الستوديو مساء الخير هاني يعني لأي مدى يعني من اعتبر أنه نظام ومناطق نظام عما تواجه أزمة جديدة هالمناطق شهدت قبل سنوات عديدة عدة أزمات يعني ما حجم هذه الأزمة فعليا فيما يخص موضوع الغاز يعني النظام بدأ الثورة السورية بدأ يعاني من مجموعة من الأزمات من ضمنها موضوع الغاز المازوت البنزين وأزمات الكهرباء عموما لكن هذه الأزمات بدأت تتفاقم يوما بعد يوم وكل مرة تزداد تفاقما وسط عجز من قبل النظام عن إيجاد أي حلول الموضوع يعود إلى عدة أسباب بعضها أسباب يعني من بداية الثورة وزادت وبعضها زادت خلال الفترة الأخيرة إذا أردنا أن نبدأ من الفترة الأولى من بداية الثورة انتاج النظام من الغاز فعليا يبلغ حوالي 30 مليون متر مكعب يوميا لكن كما نعلم بأن هناك الكثير من حقول الغاز متواجدة في شرق سوريا وشرق سوريا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي النظام خسر نسبة كبيرة من الغاز لصالح الولايات المتحدة وأيضا قساد أما باقي إنتاج الغاز يتواجد في تدمر هناك سبع حقول للغاز بالإضافة إلى شمال دمشق هناك عدد من حقول الغاز هذه الحقول توجد تحت سيطرة النظام لكن روسيا خلال السنوات السابقة وضعت يدها على هذا الغاز وبالتالي النظام بات مضطرا لشراء الغاز من مناطق قوات سوريا الديمقراطية بالإضافة إلى الحصول على حصص من الشركات الغاز الروسية هذا السبب أدى إلى انخفاض إنتاج الغاز في الأسواق وبالتالي أصبحت الكميات قليلة في الأسواق إذا أردنا أن نتحدث عن حاجة البلد وتحديد مناطق النظام هي تحتاج في الشهر إلى حوالي 37 ألف أسطواند غاز لكن للأسف الحاجة أو الإنتاج الخاص بمعامل الغاز انخفض بشكل كبير يعني النظام اليوم ينتج فقط 12.5 مليون متر مكعب من الغاز ما ذكرت بأنه لديه في قبل الثورة 30 مليون يعني تخيل بأنه خسر أكثر من النصف من إنتاج الغاز الخاص به هذا أدى إلى أزمات في الغاز وبالتالي نجد بأن السكان الآن يعانون من أزمات عديدة هذا فيما يخص الإنتاج لكن المشكلة الأكبر هي تأخر وصول رسائل الغاز إلى المواطنين المشكلة امتدت من دمشق إلى ريف دمشق إلى سويدا أبرز الأسباب أسباب تحدث أول شيء عن نقص الكميات بسبب نقص الإنتاج السبب الآخر هو هناك حالات فساد الفساد أين هو؟ يكمن في عدد من الأماكن المشكلة الأول الفساد في شركة تكامل شركة تكامل هي الشركة الخاصة بالبطاقات الذكية مسؤول عنها مهند الدباغ وهو أبن خالد أسماء الأسد مهند الدباغ المسؤول عن موضوع بطاقات الذكية هناك حالات فساد فيما يخص الموظفين الذين يعملون على إرسال الرسائل لتبليغ الناس بأن هناك لديكم حصة أو استوانة من الغاز عليكم باستنامها بدلا أن يقومون بإرسال الرسائل بشكل دوري يعني كان هناك كل شهر يجب أن تصل الرسالة لاستلام استوانة غاز الآن هناك مواطنين يتحدثون بأن أكثر من ثلاثة أشهر لم تصلهم الرسالة وهناك البعض يتحدثون منذ أربعة أشهر يعني لماذا تتأخر الرسائل؟ لأن الرسائل بدلا أن تذهب إلى مواطنين هؤلاء الموظفين بالتعامل مع مجموعة من الشبيحة أو الميليشيات المنتفعة يرسلون الرسائل يعني هناك كمية معينة بدلا أن تذهب هذه الكمية للأشخاص المواطنين تذهب بعضها إلى منتفعين يعني سماسرة أو ميليشيات النظام أو إلى معتمدين يبيعونها في السوق السوداء وبعض مسؤولي النظام يعني هاني اعترفوا أنه موجود فساد خاصة بمعمل عدرة للغاز وزير النفط اعترف بوجود فساد في ملف الغاز المنزل لكن لم يوجه أصابع الاتهام إلى جهات معينة لكن الجهة الأولى كما تحدثت سنوم المسؤولين على إرسال رسائل البطاقات الذكية هناك مشكلة تحدث بسبب فساد بإرسال الرسائل وأحيانا هناك أسماء تسقط سهوة يعني هناك أسماء كثيرة يجب أن ترسل لها رسائل وتسقط سهوة نتيجة إهمال من قبل الموظف أيضا في معامل توزيع الغاز كما يحدث في عدرة هناك تلاعب بكميات الغاز وهذه مشكلة كبيرة اشتكى منها المواطني بأن ربع الأسطوانة هناك نقص في ربع الأسطوانة هناك نصف الأسطوانة فقط مليئة وبالتالي الأسطوانة لا تكفي سوى عشرين يوم فقط والمواطن لا يحصل على الأسطوانة إلا من شهرين إلى ثلاثة أشهر فماذا يفعل؟ إذن يتجه إلى السوق السوداء يعني كأن النظام يدفعه باتجاه السوق السوداء كي يربح من ورائه نعم نريد الحديث أيضا طالما ذكرت تطبيق وين لفظته بشكل صحيح ألية عمل هذا التطبيق بالنسبة لإيصال الرسائل إلى الأهالي في سوريا؟ هذا التطبيق مبدعه بأنه يقوم كل مواطن بإدخال بياناته والتسجيل على هذا التطبيق وطابئا لشركة التكامل كما ذكرت خاصة ببطاقات أزكية وينتظر وصول رسالة نصية بعد حوالي الشهر ويفترض شهر أن تصله رسالة ويذهب بمجيبها إلى مركز المعتمد لتوزيع الغاز للحصول على أسطوانة بدون هذه الرسالة لا يتم تسليم أي كمية أو أي أسطوانة من الغاز وبالتالي في حال تأخر الغاز عن الوصول إلى المواطن سيضطر تلقائيا الزهاب إلى السوق السوداء لأن المواطن لا يستطيع أن يعيش بدون غاز من أجل الطعي ومن أجل حتى البعض يستعمل الغاز للتدفئة في ظل غياب الكهرباء وأيضا المازوت وبالتالي هذا التطبيق أيضا اشتكل بعض من أنه هناك عليه ضغط يعني البعض لا يستطيع استعمال الغاز التطبيق بشكل سلس وبالتالي لا يستفيد منه وأيضا موضوع أرسال الرسائل تتأخر النظام يتحجج بأن أرسالتكم الرسائل لكن المواطنين لا يستلمون أي رسائل هناك أهمال وفساد من قبل المؤسسة المسؤولة عن البطاقات الزكية وأرسال تلك الرسائل والطوابير لم تنتهي رغم موجود التطبيق وأرسال الرسائل للناس الموجودين في كل المحافظات السورية الطوابير يذهبون مع هذه الرسالة ولكن يقفون في طوابير الطوابير تحدث من أجل يذهبون إلى هذا المعتمد ليسألوه أنه لم تصن الرسال المعتمد ليس له علاقة يعني يقول لهم أنا مالي علاء يعني شو دخلني يروحوا لعند الجهة المسؤولة عن إرسال الرسائل أنا شغلتي أنه توصل الرسائل ترجوني الرسالة على أساس بسلمكم الغاز وبالتالي هذا يحتس أزمة وطابور هناك البعض يذهب إلى معتمدين يبيعون الغاز بالسوق السوداء يعني بعض المعتمدين أيضا هناك أشخاص تخيل أن هناك أشخاص تصلهم الرسالة يذهب إلى المعتمد لاستلام أسطوانته يقول له ليس لدي غاز أو نفذ الغاز في حين أنه يخفي كمية كبيرة بالداخل اللي بيعها بالسوق السوداء تخيل أسطوانة الغاز الآن تباع في السوق السوداء بـ 150 ألف حتى الـ 160 ألف علما أنها بالسعر المدعوم تبلغ 10400 ليرة سورية فتغيّل الرقم الكبير يعني أصحاب المطاعم مثلا أو المحلات رح يضطروا يشتروا من السوق السوداء لأنه ما فيه يعني مقابلونيا بدون يسكروا محلاتهم أو خلاص يعني يسطنوا الرسائل والرسائل اللي عم تطول مثل ما حكيت هذا شق آخر يعني موضوع المطاعم أنا كتبت مقال قبل يومين في موقعكم بأن أزمة الغاز انعكست حتى على المطاعم المطاعم أيضا لا يستطيعون أن يعملون بدون الغاز هناك هم يحصلون على الغاز التجاري استوارة الغاز التجاري هي أكبر حجما وبالتالي يوصل سعره في السوق السوداء إلى 200 ألف ليرة سورية هذا الأمر أدى إلى رفع أسعار وجبات في المطاعم لأنه عندما يرتفع تكلفة الغاز يرتفع سعر الوجبات والطعام وأصبحت فاتورة المطاعم باهزة للغاية هذا بالنسبة للمطاعم من انعكاسات أخرى على باقي تفاصيل الحياة هاني شو هي إبرز الانعكاسات فيما يخص المطاعم تحدث بأن عكس عليهم بشكل كبير جدا أيضا موضوع الأشخاص الذين يحصلون على استوانة الغاز بغرض التدفئة المنزلية أيضا هناك البعض يشترى مدفأة صغيرة تعملها للغاز لأن المعزوط غير متوفر فانفاق الغاز أقل يعني فهناك البعض فضل استعمال الغاز من أجل التدفئة أيضا الغاز انفقد وبالتالي في ظل المنخفض الجوي السابق الذي طرأ في مناطق النظام الناس ماتت من البرد ليس هناك معزوط وليس هناك غاز يعني كان هناك في عون الله في مناطق النظام ليس هناك حال إلى السوق السوداء ولكن من يستطيع الذهاب إلى السوق السوداء التي تشتعل بأسعار الباهزة كما تحدث 150 و160 ألف ليرة سوريا سار أسطوانا وأحيانا لا يجدون نعم هذه الأزمة موجودة كما ذكرنا بدمشق وريف دمشق والسويدة إلى أي حد هي موجودة في باقي المحافظات أو يمكن تمتد لمحافظات تانية يعني فعليا الأزمة موجودة في كل مناطق أن الانتاج يوزع على كل مناطق النظام لكن الضغط دائما يكون على دمشق بسبب الاكتزاز الكبير بالسكاة فيها وكونها العاصمة أيضا في حلب هناك أيضا أزمة غاز لكن التركيز الأعلامي دائما يكون على العاصمة دمشق وبالتالي لا يتم الحديث كثيرا لكن هناك أزمة لكن أخف نوعا ما في مناطق حلب أو حتى في حما وحمص لكن يبدو أن كمية الفساد في دمشق كبيرة جدا نتيجة تلاعب المعتمدين بإسطوانات الغاز بالكميات يقومون بسحب الغاز من بعض الإسطوانات وإضافتها لإسطوانات أخرى وبالتالي المواطن بدل أن تكفيه الإسطوانة لشهر واحد تكفيه لعشرين يوم أو خمسة عشر يوم وبالتالي يضطر إلى الذهاب للسوق السوداء لحصول على أسطوان أخرى وأرباحهم تزداد يوم بعد يوم أشكرك جزيلا شكرا صحفي هاني العبدالله شكرا جزيلا لك شكرا